ثانياً سيد رئيس الجمهورية دار 54 تعهد وروفهم برسك أوكل واليوم سيد رئيس الجمهورية اختارك انت بين الرجال كل موجودين على القطر الوطني لأنه شاف فيك قدرات وشاف فيك أنك راح تحسن يعني هذا القطع ولكن اليوم دعني نقول لك سيد الوزير أني لا أريد الخوض في أزمة الحبوب والبقولية ولكن أين مصالح الرقابة وقمع الغش والأسعار لا أثر لهم في الميدان باستثناء نشرة ثمينة كما أن معظم الأسواق في الجزائر خرج الرقابة سيد الوزير وره جديد في القطع سيد الوزير في هذا المجال ولما نستطيع حتى شرح الأسباب الفوضى للمواطن أو نزيد نقول أزمة بقولية وقبلها اللحم بويضاء ثم الحمراء أزمة الحليب أين أنتم من كل هذا سيد الوزير على ما تستفهم كبير وحيار المواطن أكبر إلى أين يتجه المواطن فوضى في أسواق غياب شبه تم لتنسيق بينكم بين قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة يستنجدون ويستنكرون والمواطن في حالة سيد الوزير دعني نقول لك أنه للشفر اللي ذكرتهم 14 مليار دولار دعني نقول لك أنه المنكة غانية في هذا القطع كون جيتوا تفهموا مع الصناعة مع الأدوان كون المنكة غانية تلقواها بتاتس المنكة غانية شفر ولا يدبس كون تشوف شحال السلع يجيبوها في لبور ويهربوها هذا هو هذا هو مجموع مغاني لك أنه يجينا برك يعني نديرو خلاص أولي زون البريخان سيد الوزير آخرنا على العملة كون حبينا ندخلها كون خليني هذه الناس يعني ونحاسبهم شكرا ريسا سيد الوزير لو كان يعني نخلو هذه الناس اللي جيبو على البور نكترولهم فقط جيب تليفون على روحك ولكن أعطي لحق الدولة جيب تلفوني دير ميلور وعطي ليسين كونتورو لي ندخلها الخزينة العمومية بيها نخلص اللي خدمو بيها ننطور وننشبح يعني اللي استريكتور دوليطا ما نطولش عليكم شكرا على كرم الإصغاء تحية الجزائر والسلام عليكم